أهلاً أصدقاء إذا كنتم تريدون أن تقضي زينب ليلة مميزة مع خليل وكذلك إذا كنتم تريدون أن يتم بث المسلسل كل أيام الأسبوع فلنضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل سيكون خليل وزينب معاً؟ هل سيعاقب خليل سنبول؟ هل سيتم بث مسلسلنا كل أيام الأسبوع؟ هل سينتهي حب خليل وزينب؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح سيقوم خليل بأعداد حفل عيد ميلاد مفاجئ لزينب وعلى الرغم من كل شيء تخطط زينب لمنح خليل فرصة لكن إذا اتهم خليل زينب بالخيانة فسيتعين على زينب التراجع مرة أخرى وعلى الرغم من ذلك فإن الحقائق ستظهر على الفور لأن حب خليل وزينب لم يبدأ أبداً واستمرت مشكلة الاحتكاك هذه لفترة طويلة ولهذا السبب ستبدأ مشاهد الحب من جديد وتسامح زينب خليل وتقضي معه ليلة مميزة ستكون هناك مفاجئة رائعة في نهاية هذه الليلة المميزة لأن زينب وخليل سينجبان أخيراً طفلاً بهذه الطريقة سيكون الطفل فراط في طريقه بالفعل لكن سونبول ستشعر بالغيرة من سعادة زينب وستفعل الشر بعد الشر لأن سونبول تكره عائلة أصلاً لي ونسائهم إذا لم يتم الكشف عن الحقيقة فستنتظر زينب نهاية بائسة أما زينب فسوف تموت وتترك المسلسل أو سينتهي حب زينب وخليل إلى الأبد لأن سونبول سوف تسيء إلى زينب سيثق خليل أيضاً بهذه الافتراءات ويطرد زينب من القصر كن إذا وثق خليل بزينب بدلاً من افتراءات سونبول الكاذبة فلن يحدث هذا الانفصال فيؤمن خليل بزينب وعظمة حبها ويعطيها فرصة ثم سيعلم خليل أن سنجو الخائنة سوف يصاب خليل بصدمة كبيرة عندما يعلم بهذه الحقائق لأن خليل لن يتمكن من فهم كيف يمكن أن تلحق عمته الأذى به وبعائلته كن خليل سيعاقب سونبول بالتأكيد ويخرجها من حياتهما وإلا فإن حب خليل وزينب سيبقى غير مقتمل بسبب سونبول يبدأ مسلسل جديد على شاشات القناة السابعة اسم هذا المسلسل بير عاتين مع وصول هذه السلسلة ستكون هناك بعض التغييرات في تدفق البث لأنه سيتم بث مسلسل ظهور الدم الساعة الثانية زوالاً عندما تنتهي سلسلة ظهور الدم في ديسمبر قد يتم استبدال المسلسل بمسلسل تل الرياح وبهذه الطريقة سيتم بث مسلسلنا كل أيام الأسبوع لكن إذا انخفضت نسبة مشاهدة المسلسل ستنتهي سلسلتنا أتمنى أن لا تكون سلسلتنا هي النهاية وأن تستمر بكل حلقاتها المثيرة لذا هل تعتقدون أنه يجب بث مسلسلنا كل يوم من أيام الأسبوع وسأنتظر تعليقاتك أدنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى